برغول بدفين بتنجرة واسعة على نار عالية بحمي سمنة بضيف بصل مطحون ناعم بقلبون وبتركن لحتى يدبلوا ضيف عليون لحمة شقاف بقلبون مع البصل كتير منيح وبتركن على نار عالية بيدون غطلة حتى يستووا وبقلبون من وقت لتاني ضيف لون مي سخنة ثمين كبيات ضفتنوا على مرتين وبحط لون المطيبات عود ارفة هيل وورق غار بغطي عليون وبتركن على نار عالية لحتى اللحم ينهني على الاخير اخدوا 45 دقيقة بعد ما استووا بشير المطيبات وبضيف لون علبة حموص حب غسلتها وفيكن تستعملوا اكيد المسلوب البيت وبرغول خشين اسمر بس مغسلتوا ونغسلة خفيفة ملح حسب الزوء وللبهارات حطيت 7 بهارات وكمون كمان رجعت ضفتن لون كب بيتين ونصف ما يصخنة بحركنوا مع بعض وبتركن على نار عالية لحتى الماء يتغلي منيح تقريبا 5 دايق بعدين بغطي عليون وبتركن كمان على نار عالية لحتى حبة البرغول تستوي ونشفوا من الماء اخدوا تقريبا 10 دايق وهيدي قطيب تنجد برغول بتفين صارت جاهزة سكبته هي وصخنة زي انتلة وجه بحبوب الرمان وبالمكسرات المقلية بالسمنة وحطيت حد منه اللبن وشوية خضرة وكبيس وطلعت ما شاء الله بتشهي القلب